أهلا بكم إلى بروباجاندا أولى فقراتنا في بوليغراف والأخبار المفبركة والشائعات التي نعتقد أن وراءها أجندات سياسية نفتتح فقراتنا مع قصة احتار فيها فريق الإعداد هل هي بروباجاندا سياسية أم أنها هزلية لا يأخذها أحد على محمل الجد مما يعني أن الأنسب أن تكون ربما في فقرة زيف عشوائي لكن بعد مناقشات مطولة ومتابعة للتعليقات والمشاركات الواسعة وجدنا بكل أسف أن هناك كثيرين يصدقون هذه التصريحات الخزعبلية المنسوبة لكيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية المثير للجدل ففي ظل حديث مواقع التواصل الاجتماعي عن الحرب العالمية الثالثة وترقب أن يدلي الزعيم الكوري الشمالي بتصريحات حول التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط المفاجأة كانت انتشار تصريح منسوب له يقول فيه المنشور عاجل الزعيم الكوري الشمالي في حال تعرضت مصر لأي هجوم من أي جهة سيعتبر هذا الهجوم بمثابة إعلان الحرب على كوريا الشمالية المنشور تنقلته صفحات متعددة وحصد تفاعلا كبيرا من مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على الرغم من أنه لم يرد في أي وكالة أنباء ولم ينشره أي موقع خبري لكن متى اهتم مروج الشائعات بالمصادر؟ التصريح الوهمي أضيف له بهارات من نوعية الزعيم الكوري الشمالي ما بها الزرشة إردوغان والسيسي كمان ما بها الزرشة تركية بالإضافة إلى عشرات التعليقات التي تشكر كوريا الشمالية على موقفها النبيل الفابركات لم تتوقف هنا فلم يكن السيسي الوحيد الذي حظي بالدعم الكوري المزيف منشور آخر تم تدوله على نطاق واسع يقول زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يصرح نقف إلى جانب إيران في وجه الغطرصة والهيمنة الأمريكية على المنطقة وأي اعتداء على إيران لن نقف مكتفي الأيدي المنشور شركته صفحات مختلفة على تويتر وفيسبوك وحظيه الآخر بتفاعل كبير نرجح أن أصله موقع باسم غزة الآن واحترنا حقيقة إذا ما كان ساخرا أم يحاول فقط تضيل الرأي العام على طريقة بعض المواقع الغريبة هذه الأيام أم أن مستوى الموقع مهنيا منخفض إلى هذه الدرجة المهم الخبر نسب التصريح إلى وكالات وبالعودة إلى الوكالات كالعادة لم نجد له أي أثر المزعج أن مواقع صغيرة أخرى نقلت الخبر عن موقع غزة الآن المريب ما ساهم في انتشاره بشكل أكبر لتستمر الأكاذيب في الانتشار من منافذ مختلفة ويحتفي البعض بدعم لأساس لها